على مدار السنوات الماضية طوال الأم الماضية تم الكشف عن حقيقة هذا المسمى إعلام غربي من البي بي سي وانت رايح العبسي إن إن البي بي سي تاني خلي بالك من اللي جاي ده مهمة أوي وانا بكلمك البي بي سي قررت منع مش عالشاشة زينا كده لا لو أنا عندي صفحة على تويتر اكس فيسبوك انستجرام على مواقع التواصل الاجتماعي ممنوع على صفحتك الشخصية تدعم فلسطين ده بالنسبة لمن ده العاملين في البي بي سي الناطقة بالعربية طب هو الناطقة بالإنجليزية واللغات أخرى يعملوا ايه هم لهم الحق أنهم يدعموا طول الوقت الكائن الصهيوني وقتل الشعب الفلسطيني يعني الشبكة الناطقة بالعربية اللي بيشتغلوا فيها موظفين إداريين صحفيين مقدم برامج ليس لهم الحق حتى على صفحته الشخصية أنه يتحدث عن فلسطين بإيجاب طب لو عمل كده فصله أو التحقيق معاه أو وقف عن العمل آدي البي بي سي طب الإنجليزي يتكلم ويدعم وإنحياس كامل إسرائيل شبكة البي بي سي الإنجليزية داعمة للكائن الصهيوني على مدار الوقت حتى التزييف المعلومات بيقولوها بيتشروها آدهو بي بي سي فحقق مع صحفيين بسبب مواقفهم من حرب غزة دي النوس اللي بيصدعوك ويقولك الإعلام لا الأقنعة النهاردة سقوط الأقنعة بس خلي بالك هي دي حققتهم دي حقيقة البي بي سي التضليل مش عايز أي صوت يبقى موجود عنده يدعم القضية الفلسطينية أو يدعم الشعب الفلسطيني ده رقم واحد رقم اثنين تروج السي ان ان الأم الماضية معلومات كلها كاذبة تتبنى الرواية الكاذبة بتاعت نتنياهو ليس هناك صورة ولا فيديو في الإعلام الدولي الغربي عن تدمير وعن ضحايا وشهداء شعب الفلسطيني ما تلاقيش حد بيطلع لك ضمار غزة ضرب المستشفيات ما تلاقيش فتعمل ايه سي ان ان يطلع مخرج مع مراسلة يتمشو قلها اعملي بيصوروا بيصوروا مشهد مشهد تمثيله على إنه حقيقي ده سي ان ان مشهد اتزاع كان على الهوى اعملي ان انت في صواريخ جاية من غزة فاتي بتصواتي ووريني وشك كده على إنك منزعجة وغطبانة ومداء وخايفة والآن وهو مشهد تمثيلي ينشروا كلام على إنه تم قطع رؤوس الأطفال ثم يعتذروا عنه تأتي ألمانيا مظاهرات اللي يعمل مظاهرات لدعم فلسطين هنعتقله وهنرحله تطلع فرنسا تعمل اجراءات لمنع اي مظاهرات دعم الفلسطين تطلع وسائل الاعلام الاخرى في امريكا خلينا شوف لكم بعض الحاجات اللي هي موجودة عندنا عشان نتكلم عليها بعناوينها ايوة بالضبط كده الجارديان فصلت الرسام ده اللي شغال بقى له 40 سنة حياته كلها معاهم لمجرد انه بس اتكلم كلمتين على غزة انه اتكلم على نتنياهو بس فصلوه بعد 40 سنة خدمة في الجارديان انا بوريك النفاق الغربي النفاق الاعلام الغربي ما يجري في الاعلام الغربي عدم المهنية والسقوط الاخلاقي في وسائل الاعلام الغربية ادي قناة ام اس ان بي سي امريكية طبعا عملت هي القناة اللطيفة دي الزريفة بوريك انا عشان تمواطن تبعارف الاعلام الغربي ده بيعمل ايو بيشتغل ازاي تعلق عمل ثلاثة من المقدمة بورامجها المسلمين لا تاني المسلمين اما معنا او ضدنا قالوا لهم كده التلاتة دول ما عملوش حاجة لا ما عملوش حاجة وقال لك التلاتة دول متخصصين في الشأن الفلسطيني ورغم ذلك لأنهم مسلمين قالوا لهم معلشي خدوا اجازة وفي ناس سنين اوقفوا البرامج بتاعتهم لمجرد بس تعاطفوا ابدوا التعاطف مع الشعب الفلسطيني ابدوا التعاطف على الابادة الجمعية والتطهير اللي بيحدث للشعب الفلسطين اوقفوهم عن العمل وقالوا اخرين دول ادوهم اجازة مفتوحة قالوا لهم معلش السراحة اليومين دول خدوا اجازة مفتوحة عشان احنا ايه يعني نتجنب اي شيء بورك الاعلام الغربي بيشتغل ازاي يمارس الاكاذيب طول الوقت تنديد حتى فيسبوك وانستجرام تنديد بتضييقات فيسبوك وانستجرام على الفلسطيني والعرب اي حاجة انت بتعملها فيديو او بتكتب اي حاجة على حسابك بيعملك ايه اولا يقال المشاهدات بتاعتها بمنتهى القوة وفي حاجات بيحزفوها تماما يحزفها تماما يقول لي خلاص يعني انت تجاوزت المعايير بتاعت موقع فيسبوك او انستجرام هذا ما يجري طيب انت بتشوف ده ازاي ده تحيز كامل للعدوان الصهيوني انحياز ليهم التايمز نشرت من كام يوم كده تقرير اتكلمت فيه عنوان منشت تتكلم فيه عن الاطفال المشوهين وغيره 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 وجابت اطفال اسرائيلين اتضح انه موضوع مفابرك حاجة مش حقيقية يعني وغيره من القضايا وغيره من وسائل الاعلام اللي هي لا علاقة لها بالمهنية او حتى الحياد اللي هم دايما يقول لك خلي بالك ادي فرنسا تمنع التظاهرات المساندة لفلسطين انت هنا لما ناس بتعمل فوضى وارهاب في مصر وانا بتكلم على بلدنا ويعملوا تظاهرات ويخربوا ويكسروا ويقول لك ده حرية رأي وتعبير حرية رأي وتعبير بيعمل ارهاب يقول لك حرية رأي وتعبير فرنسا منعين اي حد ينزل الشارع يساند القضي الفلسطينية يساند الشعب الفلسطيني منعين المانية عملت ايه اتقالات